لقي 18 شخصا حتفهم وجرى إنقاذ 14 آخرين بعد انقلاب سفينة مهاجرين قبالة السواحل التركية فالقارب القديم كان في طريقه من مدينة بودروم التركية الساحلية إلى جزيرة كوس اليونانية التي كانت تحمل لاجئين بينهم سوريين وعراقيين عندما غرق على بعض ميلين بحريين عن السواحل التركية وأوضحت وكالة رويترز أن الناجين الذين يعانون انخفاضا في درجة الحرارة حالتهم حرجة من جهتها أعلنت وكالة فرانتكس لحماية الحدود عن اعتزامها القيام بتعزيز تدريجيا لتواجدها في بحر إيجي من 195 إلى 376 موظفا لدعم الجهود اليونانية للتصدي للأزمة